بسم الله الرحمن الرحيم يا سنين والقرآن حكيم إنك لبنى المرسلين على صراط طنق مستقيم تنزيل العظيم سرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألخان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرشيناهم فهم لا يغفرون وسواهم عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كرير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبي واضغم لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لهم سنون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهددون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتقذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذرم لا تغني عني شفاعة لا تغني عني شفاعة شيئا ولا يناقضون إني إذا لفي الظلال من النبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من الأكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامثون يا حصرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا بي يستهزن ألم يروا كم أهلكنا قبله من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جن جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم من مهار فإذا هم مظلمون والشمس تدن مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازن حتى عادك العرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولللي سابق النهار وكل النهر في فلك يسبحون وآية لهم ألنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهنا من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صيخ لهم ولا هننقذون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعم من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصرون فلا يستطيعون ترسيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السوء فإذا من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من أرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا من جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تغزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولكم من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوا مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعطلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإننا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطروا موذيا ولا يرجلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لينذر مدر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ربهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وين يرهيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تعقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له تنى فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون